وعودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أقيمت فيها وذلك على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم بالإضافة للحفاظ على مصالحهم وخلال اجتماع مع المستشار عمر مروان وزير العدل اطلع الرئيس السيسي على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضاية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا وفي إطار الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقادي بالدولة عرض السيد وزير العدل موقف إنجاز الدعاوة والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف موضحا أنه بالنسبة للدعاوة المدنية المقيدة حتى عام 2019 بإنه تتبقى ثمانمائة وسبع وتلاثون دعوة فقط من أصل حوالي أربعمائة وعشرة آلاف دعوة وبالنسبة للدعاوة المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 فإنه تم إنجاز ثمانية وثمانين في المئة من إجمالية حوالي مليون ونصف دعوة وفيما يتعلق بدعاوة منازعات الأسرة فإنه تتبقى أربع دعاوة فقط من حوالي مائة وسبعين ألف دعوة مقيدة حتى عام 2020 في حين تم إنجاز ثمانية وتسعين فاصل أربعة في المئة من الدعاوة المقيدة عامي 2021 و2022 والتي وصل عددها إلى حوالي مليون وأربعمائة ألف دعوة وبالنسبة لدعاوة الجنح فقد بلغ عدد الدعاوة المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 حوالي ستة وعشرين مليون دعوة تم إنجاز خمسة وتسعين في المئة منها وأضاف السيد وزير العدل أنه فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف فإنه يتبقى ألفان وتسعمائة وواحد واربعون طعنا من الطعون المقيدة حتى عام 2019 فيما تم إنجاز حوالي تسعين في المئة من أربعمائة وستين ألف طعنا مدنيا مقيدا بأعوام 2020 و2021 و2022 وفيما يتعلق بطعون الأسرة فيتبقى مئتان وخمسون طعنا من الطعون المقيدة حتى عام 2020 وتم إنجاز أربعة وتسعين في المئة من أكثر من أربعمائة ألف طعنا تم قيدهم عامي 2021 و2022 وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس توجه بالشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقد على الأداء المتميز والجهد المقدر الذي ساهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات الكبيرة التي كانت سائدة في هذا الصدد مما يشكل سورة ذهنية جديدة وانطباعا سليما عن منظومة العدالة في مصر موجها في هذا الصدد بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أقيمت فيها على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم